السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا و السلام عليكم أستاذ صفاء من قناة تيوك لنساك تشترك وفعلنا الجرس تعبير عن سيرة ذاتية عن نفسي مع مرات الجانب الاجتماعي والجانب العلمي والجانب الثقافي والجانب النفسي في حي من أحياء كذا وفي بيت من بيوتها جميلة حيث تنتشر رائحة الحب والعطاء كان مسقط رأسي حيث انتشرت الأفراح في دارنا فلم تعد البسمة تفارق وجه والدية اهتمت والدتي بي وعطتني كل الرعاية والحنان فكنت ضمن أسرة معتدلة الأحوال ضمن أسرة معتدلة معتدلة الأحوال المادية تتكون من اثنين أولاد وبنتين ممكن تغير الرعاة أفراد الأسرة وكانت أسرة التجمع بين الحفاظ على العادات والتراث والبحث عن التججيج والتحديث والتطور أبي وأمي قد علموني الأخلاق النبيلة والخصال الحميدة والرائعة حتى أتمسك بأعراف قبيلتي وضاب الديني وشريعاتي يبقى الجزء من أول هنا إلى جانب اجتماعي جانب اجتماعي ندخل على الجانب العلمي درست المرحلة الابتدائية والعادية في مدارس وضعت هدف في بداية حياتي أن أسعى لتحقيقه في قادم الأيام ألا وهو التفوق والنجاح بامتياز ورفع رأس والدي ووالدتي ورفع رأس والدية حتى أرى الفرح والافتخار لدى كل عائلتنا جزداء الجانب العلمي وأما عن هواياتي أحب الرسمة والمطالعة وأجد في القراءة على من ينتشلني من حيث أنا ويضعني في عالم من السعادة والاكتشاف جانب ثقافي سطرين جانب الثقافي الجانب النفسي في الأخير لقد علمتني الحياة أن أكون متعونا ومحبا للآخرين وكريما وكذلك نشيطا في حياتي وأبتعد عن الألنية ولا أصاحب إلا الأخيار ولا أصاحب إلى الأصدقاء الأوفياء وأخيرا أتمنى أن أحقق جميع أحلامي وطموحاتي وأتمنى أن يبقى وطني في تقدم مستمر وخير كبير مقدمة التعبير من هنا تترك فراغ مسافة كلمة والعرض هنا من أول هنا العرض تترك فراغ مسافة كلمة والختمة أيضا أترك فراغ أو بياد مسافة كلمة وتنظيم الموضوع لا تنسى الفاصلات والنقطة وغيرها مع علامات الترقيم ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي